ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف في منك هون اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما ببدل يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي رح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه في انتسار جايلك بالطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد في شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل مثل شي حتى على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخصي هذا مثلا عم بيخونن او ما عم يزبط الموضوع فمثل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد رح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك الفترة هذي لاني شايف في عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي رح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة في شغلات ما رح اتطرق الى لانه رح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب وعندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون شي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي ظهرك يعني قافل كل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات وكأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذا وشايفك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغل بعدك بتراقب الشخص هذا كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذا يعني في من كون واكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كثير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذا يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك لاني شايفا في شي صار بيناتكم يعني شي صدمة تعرضت الله شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او انفصال يعني سواء متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضن ولكن الغريب انه شايف الشخص هذا متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب لي كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كثير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد الشخص هذا مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت الشخص هذا بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك واداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او التبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذا يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف تالت فات على العلاقة لاني شايفان يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني متل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هيدا عم بيدور على طرق اه ليتواصل معاك طرق جريدة يعني فستفت كتين الشغلات هذي الشخص هيدا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني هو ما يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك أولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه احب بيدور على طرق جريدة ليتواصل معاك لاني شايف في منك اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه في منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر في اللي بيفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكم يعني ممكن يكون في طرف يعني في منكم اللي بيعمل اعمال الشخص هذا في منكم اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برض النظر شو عمل لك الشخص هذا سواء كان تركك او طلقك او لقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففي منكم اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هذا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هذا عرف قيمتك ولكني انا شايفك قافل على الشخص هذا قافل علي وعاطي ظهرك وعمل حالك مش فارقة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغلة لاني شايف الشخص هذا يعني بيفكه شو بيفكه بيفكه في زواج طال عالي ورقة الزواج الشخص هذا يعني كأنه بده يرجعلك بده يتزوجك كذلك عم شوفي بناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايف فيه مسافة بناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هذا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هذا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكم اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره كأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هذا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هذا يعني متزوج يعني انه طالع لي الورقة ايدي كثير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا ثاني يعني متمسك في طرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف انه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوفي حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح انت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هذا لازم اول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك انه فيه تغيرات جاية في طريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا انه المساعدة حواليك وأفضل شي تعمله انك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير ايجابي برض النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب بقلك انه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالع لك ورقة الشمس طالع لك ورقة الشمس فيه احدات وشغلات ايجابية جاية بطريقة وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان انا صحبت ابرق تقنية حتى فسروا اكتر طالع لك ورقة الحب يا برج السرطان ورا ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقك يعني اما ستصبح العلاقة هذه اكتر انفتاحا او انها ستنتهي للسماح لعلاقة افضل للحصول عليها لانه الشمس هي تشير الى اشياء ايجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني في باب يا عرشة الوراق المكانو في باحظ رح ينفتح لك يعني الامور اجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يبورش السرطان في باب رح ينفتح لك شبوق يجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة او رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالامان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برجة السرطان حقيقة رح حط الاوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بالشايفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي الناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لاني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة او شخص انت حبيتك يعني كأني حاسة ان الشخص هيدا متزوج او انتو بعلاقة تولاتية لاني حاسة ان الشخص هيدا كأنه غير متزوج طاقة تولاتية لاني شايفات غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لانه كانت عندك امنية ضاعت لاني شايفاتك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق او عم تفكر بحد بعيد عليك اكتشفت سواء انه متزوج او على علاقة بشخص تاني لاني عم شوف في مسافة بيناتكن احتمال كل واحد يكون في بلد او محافظة يعني المهم في مسافة او الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة انه انتو صلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني او شخص من الماضي يعني بعدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم اه عم تطالب يعني بعدالة او بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك انا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك اه بتراقب الشخص هذا وشايف انه الفرح كذلك فيه منكم اللي عم شوفوا تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدى خلينا نفجع بحب اقول شي كأني عم شوف يعني فيه منكم اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع لالكون فهي احتمال يكون تكونش في شغلة في الموضوع هيدا بالايام الجاية للناس اللي مطلقين القراءة هيدى رح تبتدي من اه من اثنين وعشرين الى عشرين او زيادة شوي فالشهر اللي وراه يعني في نوانبر فيعني عم شوف الشغلة هيدى وين دا عندي كتير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلتلك وورقة الشمس كذلك قد تشير الى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لانه شايفة عندك فيه بداية جديدة وفيه تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تتجاوزها او كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدى يطعها لك ورقة السبن مع اني شايفة فيه ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة اه ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضه من الماضي هيك او عم تشوف الموضوع هيدى معقد وانا برجح الموضوع هيدى اكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق الى التفاؤل والاحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الان فكر في اللحظة هيدى ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقك فممكن الامور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك انجازها يعني اليوم يعني انجاز الامور وانهاء ما بدأت في عندي ابراج حاب اقولون بش منذة يعني كل الابراج صراحة موجودة بس عم تشوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية اوه تور عزراء ا برج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودت عنا في برج القوص والحمل والاسد الاسديون كذلك التوريون الجديه. تقلوني شوف. الجوزاء صح الجوزاء موجود. الدلو. العقرب. صراحة كل الطاقات موجودة. ترى الحمل. الثور. الاسد. الميزان. الجدي. العضراء. الجوزاء. يعني في الطاقات اكتر. ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني. لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات. ولكني يعني شايفة انه الحبيب يعني متمسك يعني بموقفه. وبفكر فيك. فكأني شايفته اصبح بعد الشي اللي صار اكتر حكمة واتزان. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر